الله عز وجل عنها لذلك يا أخواننا الغيبة من أخطر الأمور التي يقع فيها الإنسان بالظلم للناس بخلال رسانه بشوثه لو ما يقتل حدا ولا يسرق يتعدى على مال أحد ولا بغش ومستقيم من ناحية المالية بس سلسانه مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت ليلة عرج بي إلى السماء بأناس لهم أظفار من نحاس الظفير طويلة بس شو نحاس يخمشون بها وجوهه وصدوره ليش يخمش حاله وينزل منه الدم فقلت من هؤلاء يا جبريم قال هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس في الدنيا ويقعون في أعراضهم عم يتكلم عن عيوبه بدنا ننتبه أحيانا تمر عليك في كل يوم غيبة وتنتين وتلاتة وأربعة بدك تحاول تضبط لسانك قال أوصيني يا رسول الله عقباء بن عامر قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذول ثلاث ثلاث أشياء نصحوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكثر الفتن قال أمسك عليك لسانك ما يعني أمسكه دكتورك ما شكوك بإيدك لا يعني أغلق عليه اسجنه مثل ما قال سيدنا عبد الله بن عبا ابن مسعود ما رأيت شيئا أحق بسجن من اللسان ليش الله جعل لك فكين وضغطة الفك أطباء الأسنان بيقولوا أن ضغطة الفك تعدل سبعين كيلوغرام وزن جعل لك فكين ما بينفتحوا بها السهولة وجعل لك شفتين مشان ما تنطق بكلمة إلا والله راضي عنها شوفوا لما حدثونا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشمائل قالوا كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم أبدا لا إلا فيما يرجو ثوابه الله أكبر والله أكبر الشيء الذي يطمع بثوابه يتكلم فيه والله هيل حالة إذا من طبقها والله نصير من أولياء الله الصالحين إذا بسها الشغلة لا نتكلم إلا فيما نطمع في الأجر من خلاله إذن يا أخواننا الغيبة القذف اتهام بالباطل هو بريء منه القذف اللعن ليس المؤمن باللعان ولا الطعام ولا الفاحش ولا البذيء لسانك بدك تضبطه ما تتكلم فيه إلا بما يرضي الله السب سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر إذن يا أخواننا هذه الدواوين الديوان الذي يتعلق بحقوق ومظالم الناس هذا لا يترك الله منه شيئا أبدا والله سيحاسبك هو على الصغير والكبير وكل شيء طب هلأ بيقول واحد طب ليش ما حاسبنا وقت الحساب العام لا في حساب تاني بنهاية الصراط كما قال عنه صلى الله عليه وسلم شو اسمه عدب يعرف شو اسمه بعد ما نحن نخلص من الميزان وتطاير الصحف ننطقي على الصراط بآخر الصراط قال في شيء اسمه القنطرة شو القنطرة القنطرة هي الشيء المقوس اللي يكون فوق نهر أو شيء قنطرة يعني كانوا من زمان يستعملوا هذا القنطرة يجتمعوا فيه الخلائق أنه خلائق اللي فيه بناتهم مظالم أنا اغتبتك وقعت في عرضك شتمتك سبيتك ضربتك أخذت شيء من مالك تعديت على حروماتك الله غفر لك في شيء اسمه مغفرة الله غفر لك لأنك أنت جاوزت الآية لكن هناك حق للآخرين الله لا يتخلى عنه أبدا يقول لك تعال إذا سامحك وهذا مستحيل مستحيل يسامحك لأنه يريده حسن حسن لحتى الله ينجيه من النار أو يرفع له مقامه في الجنة حسن وربع حسن يقول لك أخي لا لا أريد أن أخذ حقي كاملا يعني أنت أسأت بكلمة لإنسان أو بفعل أو أخذت من ماله يجمعك الله بينكم تفضل انكشفت السرائق هذا فلان حق عليه كذا 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 وما تحب أن تأخذ منه أخذ منك مئة ألف بالدنيا وما رجعوا هناك يحسن ما عندهم مئة ألف لا يوجد مئة ألف لا يوجد مئة ألف لرسولي لا يوجد دهب لا يوجد دينار ولا يوجد دولار ولا يوجد لا يوجد غير الحسنات والسيئات ما هو المطلوب؟ كيف يريدك من حسنات تفضل والله يريد أن يجب مئتين ألف حسنة الله لا يوفق مئة ألف حسنة بشأن الغيبة يريدك تعطيه يريدك تعطيه وإذا لم يكن معك حسنات يأخذ من سيئاته وتلقى عليك والله يا أخوان أي شيء تفعله فيه تعدي على الحرومات الشخصية بينك وبين الناس الله سبحانه وتعالى لن يترك منه شيء القصاص بينهم لا محالة إذا فيه قصاص ما بين الشات مع الشات خاروف مع خاروف خاروف نطح خاروف الله عز وجل يخلق لهذا الخاروف اللي مالعه قرون يخلق له قرون ثم يقوم بنطحه كما في صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلي يوم القيامة حتى يقاد ويقتص للشات الجلحاء اللي مالا قرون من الشات القرناء يا الله إذا كان على مستوى الخرفان الله يبدو يعدل بيناتهم ما إذا واحد نطح الثاني من هالبني آدمين نطح ماكنه طعنه تكلم عنه في عرضه لا سمح الله طعنه في عرضه في أهله يعني والله البارحة الله سبحانه وتعالى أول تنبارح أختي كريمة اتصلت لأن الله يجوزي فلان يعني فزيت بهالليل اللي قد يحكي مع واحدة عرفت إيها أي والله متزوجة طب يا أخي هذا هذا شنون بدك تلقى الله سبحانه وتعالى هل يجوز الله يغفر لك بكرة هذا الحق الحق اللي بينك وبينه بس حينما يجمعك مع زوجها بالقنطرة شو بدك ترضي أنت أسأت إلى عرضي أسأت إلي بدك ترضي بده يأخذ من حسناتك بجوزي حملك كل سيئاته بدك تتصاف أنت وياه حتى لو فتت أنت وياه على الجنة ما بتفوت إلا لحتى تتصاف لأنه الجنة لا يدخلها إلا الطيبون الله قال ونزعنا ما في صدورها من غل شلو بده ينتزع هذا الغل بالتصافي على هالقنطرة هذه آخر المراحل قبل دخول الجنة والنار في قنطرة انتبه الاعتداء والظلم والأذية للناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم أنت مسلم ومؤمن ما هيك ينبغي أن يسلم منك المسلمون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإذا كنت مؤمن كمان بده يؤمنك المؤمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإذا ما كنت هيك اتلقى يوم القيامة الحساب العسير الشديد رد بنرجع من أول دواوين الحساب ثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو ديوان الشرك خلاص اسمه مشرك ما فيه عليه حسابات ما فيه حساب مشرك خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مبسيق ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله حذرنا بآيات كثيرة عن الشرك فلما بده يبقى على الشرك ويصطفي ندعو لهم بالهداية وأن يعودوا إلى دائرة التوحيد والإيمان بس التاني ديوان ما بينك وبين الله من المظالم الله يغفرها وقد يسامع بها وقد يحاسب ولكن هو بشرنا بالمغفرة إذا نحن تبنا وأنبنا إلى الله أما الديوان الأخطر ظلم العباد بعضهم بعضا دير بالك وقد يكون هذا الظلم من أقرب الناس لإلك وقد يكون ظلمك إلى أقرب الناس لإلك قد تظلم أحد والديك لا تؤديه حقه قد تظلم أخوك أو أخاك أو أختك أو جارك أو زوجك انتبه انتبه لأنه إذا ما فيه هناك يعني عدل بمعنى الأداء للحقوق بكل ما تعني الكلمة من معنى فهناك في حساب وفيه هناك مسائلة وهناك وقوف عند الشيء اسمها القنطرة شو اسمها القنطرة وردت في الحديث يجتمع فيها الناس ويتقاصون فيما بينهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة رد بإلك في ناس عم يجعل الجامعة وعم يستسهلوا أداء العبادات والصيام والذكر وتلاوية القرآن ولكن في علاقاتهم مع الناس بدون يديروا بالهم بدون يديروا بالهم ما يكون هناك أذية والاعتداء والظلم وصف